معركة عبير موسي وحركة النهضة متواصلة في البرلمان التونسي كل يوم نشوفه ما شاهد كل يوم نشوفه فيديوات لايف اليوم شفنا عبير موسي في فيديو لايف سيف الدين مخلوف زيد عام الفيديو لايف وإشكالية كبيرة وبلبلة كبيرة داخل مكتب مجلس نواب الشعب الشيء اللي خلى كتلة حركة النهضة تصدر بيان واستنكرت فيه قيام رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتعطيل أشغال المجلس يوم الثلاثة وكذلك يوم الأربعة وندت كتلة حركة النهضة في بيانها بالممارسات المتخلفة حسب وصفها اللي تكشف المهمة القذيرة الموكولة إليها قصد تعطيل أشغال المجلس وشل أعماله وتشويه صورتي أمام الرأي العام الوطني والدولي كما عبرت عن إدانتها شديدة للاعتداء بالعنف اللفظي من قبل عبير موسي ومرافقين لها من خارج المجلس على النائب زينب الابراهمي محملة المسئولية لمختلف الكتل النيابية والنواب في حماية المؤسسة التشريعية من عربدة عبير موسي وأعضاء كتلتها ودعت كتلة حركة النهضة النيابة العمومية إلى الإذن بفتح تحقيق وتتبع مرتكبي الجرائم المخلة بالأمن العام وهذا تهديد واضح إلى رفع الحصانة عن عبير موسي ومقاضاتها بتهم وجرائم مخلة بالأمن العام في المقابل عبير موسي زيدا تقدم عديد الشكاية بالأطراف الأخرى وتوجه لهم يوميا اتهامات من قبيل الإرهابيين وإلا تابعين الغنوشي وتابعين اتحاد اللقارذاوي وغيرها من الأمور في كل الأحوال هذا لا يخدم مصلحة تونس ولا يخدم صورة تونس ويساهم في ترذيل المشهد البرلميني والمشهد السياسي بصفة عامة جهازة في الوقت اللي يسكت فيه رئيس الجمهورية على كل هذه الممارسات وقاس السعيد إلى حد الآن لم يتدخل في مشاكل البرلمين خاصة بين الشقين الإديولوجيين في العالم معركة الإديولوجية هذه بين عبير موسي وحركة النهضة ما تنسي واجتعاموا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوصيكم الفيديو القادم